السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معايا في فيديو جديد بالنسبة الوصفة ديال اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضر البطبوط او الخبز ديال المقلات سهل سريع جدا بدون مجهود وكيجي خفيف ورطب كيف كتشوفوا فانبدو على بركة الله بالنسبة للمقادير فغادي نحتاج اول حاجة هنا الخميرة المجونة هنا الخميرة كانت عندي في المجمد تكشاج كتبليكم بحال هكاك استعملت معلقة كبيرة ازلت عليها معلقة صغيرة ديال السكار سنيدة سكار فقط باش كي يعطينا اللون وغادي نزيدو عليها شوية ديال لما سخون ونحاولو اننا ندوبو هذيك الخميرة غادي نوضعوها اولا في إناء العجن قدرو تستعملو العجانة ولا تعجنو بيديكم غادي نحتاج هنا واحدة رابعة 250 جرام ديال الفينو وغادي نحتاج نص كيلو ديال فورس الرطب انا عبرت لكم هنا بزلايف باش لي ما عنداش الميزة تستعمل زلافة كيف ما استعملتها أنا غادي نديرو الملحة فوق دقيق وغادي نخلطو كل شي بالمال اللي كي يكون سخون الما مخصوش يكون سخون بزاف إلا كان الما سخون بزاف غادي يقطع عليكم العجينة وما غاديش جيمع للكم الما يكون غير دافي شوية ما يكونش بارد بزاف وما يكونش سخون بزاف نستمر هكا نزيد بشوية الماء كانستمر ندلك في العجين بهذا الشكل هادا وكيف ما شفتو العجينة خليتها خفيفة يعني من الاول خليتها خفيفة بلا ما نزيد ليها الماء مرة اخرى وكنا نبدأ وكنا ندلكو فيها حتى كترجع لينة على هات الشكل غادي نغطيها دباب واحد البلاستيك ونخليها تخمر مزيان تقريبا 41 دقيقة علو حسب الجو إذا كان الجو سخون را ضغية غادي تخمر المهم نخلي وحتى يضعف الحجم ديالها هذا هو شكل العجين بعد ما اختمر كيف قلت لكم خليوه يخمر مزيان حتى يضعف الحجم دياله غادي نفرغوا منو هذك الهواء اللي كان في الوسط نحاولو نجمعوه العجينة بحال هكا كيف كتشوفو را كلها خامرة مزيان وهذا السر من أسرار النجاح ديال هاد الخبز خاصو يكون مدلك جيدا يكون خفيف وثاني حاجة تعطيوه الوقت في الاختمار خاصو يختمر مزيان في هاد المرحلة هادي أما من اللي غادي نقطعوه ونقرصوه كيف ما قادشوفوه معايا فمخصوش يخمر فوق القياس يعني غير كي يتنفخ واحد شوية خصنا نطيبو ولكن في المرحلة الاولى خصو يخمر مزيان فاكا نبدك نقطع القياس او القياسات اللي انا بغيت بالحجم متوسط درتهم اناي صغارين مشي كبارين بثاف ونتم ماليكم الاختيار بغيتوا تديرو خبزات كبارين ديروهم بغيتوا تديروهم غير هكا بتبطات صغار تقدرو اه تديروهم بهذا الشكل هادا المهم كنلويوهم في الفينو تقدرو تلويوهم حتى في السميد ولا في دقيق الفورس لكن ناصحتي لكم الاحسن تلويوهم في الفينو ذاك الدقيق دي الفينو اللي كيكون رطب المهم فاش كورتهم خليتهم ارتاحوا واحد لعشرة دقايق ولا خمسة دقايق تقريبا غير واحد شوية باش كي يبغيوا نتلقو لنا وكتلقوهم اما بيديكم ولا بدلاك اللي يجاتكم سهلة ديروها انا طلقتهم هكا بدلاك جاني سهل دغيات غير كينتلقو بدلاك وغادي نحطوهم في واحد لبلاطو ما يمحطوهم في شي حاجة باش يختامروا تفرشوا ليهم منديل ولا ذاك الورقة ديال لفل ومن يتكونوا كتلقو ما تضغطوش بزاف على الدلك او حتى بيديكم ما تضغطوش بزاف غير بشوية انا هنا راييم زربة الفيديو يعني غير الفيديو سريع اما انا رايما ما كندغطش بزاف فرا غير شوية بحرها هدوك الفوقعات ديال الهواء اللي كيكونوا داخل لجينة ما كيتفرقعوش وهما اللي كيساعدو الخبز ينتفخ ملي كيكون كي طيب هنا خليتهم غير فوق الخشبة غطيتهم بالورقة تقدروا تضغطوهم بالبلاستيك باش يخمروا لكم ضغية ومبعد ما اختمروا كيف قلت لكم ما تخليوهمش يخمروا فوق القياس تقريبا عشرين دقيقة انا خليتهم وبديد كان طيب هنا المقلرة كانت عندي صخونة مزيان ومن اللي كتستخن راحنا كان نقصوها كان ديرو عافيا متوسطة وكان رشو واحد شوية ديال زيت في المقلق وكان استمرو كان قلبوه فالعجين فكل مره متخليوش حتى الطيب قاع من التحت عدت قلبوها غير تبعليوكم تحمرتي شوية وشدت فراثها من التحت كتترشو عليها واحد شوية ديال زيت وكتقلبوها على الوجه ديالها والمقلقة اللي تحيدو منها الخبزة غادي تبسحوها بواحد للمين ديال ولا الورق المهم ما تخليوش فيها هادوك الفراثيس ديال الفينو لانهم كيتحرقو وكيلتسقو في العجن كيعطي واحد لمنظر ماشي زوي كيف كتشوفو هنا غادي نمسح الخبزة غادي نمسح حتى المقلق كنستمر هكا كل مرة كنقلب هاديك الخبزة حتى كتطيب جميع الجيهات غير كتاخد هاد اللون هادا الدهبي صفيك نحيدوها منخلوها شطيب فوق هاد القياس هادا وكنستمرو بنفس الطريقة حتى نكملو الكيمية كاملا اللي عنا كنرشو شوية ديال الزيت وكنحطو القطع ديال العجين كيف ماشيتورها غير انتفخاتش شوية رشيت عليها الزيت وقلبتها هاد الخبز كي يجير طب بزاف ووخه يبقى لكم حتى خمس ايام ولا ست ايام غير على برا غير كتصخنوه يعني غير كتدفيوه شوية في المقلة كيرجع بحلة يلا طيبتي كي يبقى كيرجع بحلة جديد يعني كيصبر اطول مدة جربوه وان شاء الله غادي يعجبكم خليولي اياه فاليكم انطير كيف اشجاكم غير تبعو الطريقة كيف ما هي وشرح كيف ما وريتليكم ان شاء الله غادي يصدق معاكم وغادي يجيكم ناجح وارطبو كيف كتبغيوه هنا بعد ما ساليت فحصلت على الكميه ولكن باقي كميه اخرى كان طيب فيها خرجو لي كامضان ثمانية شفتو كي يجي كامل ارتب ولا بغيتو احتدرهم غلاد على هادو شي شوية تقدروا لكن بهذا الحجم هذا افضل هذا هو الشكل دياله من الداخل كي يجي مقطن وكي يجي رطب بزاف فاجربوه ويلا عجبكم منساوش تخليولي تعليق ولايك على هاد الفيديو بارتاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي خليتكم على خير وإلى فيديو قادم ان شاء الله تلو لي افراسكم السلام عليكم اشعروا بعد تكمbreak جوان اشعروا اشعروا اشتركوا في القناة